وقد تكون هذه الرائحة الكريمة نسبية يعني قد يكون الزوج ما يكره الرائحة الفلانية قد يكون طعام عادي حيث تشتهي تأكلها يعني ليس بضر الثومة أو بصل لكن ما يستطيع بها الرائحة فيجب عليها أن تزيل هذه الرائحة طيب وهل هو كذلك؟ نعم هو كذلك لأنها أيضا من حقها ألا يؤذيها